موسيقى تشوفوا كيفية من بعد الأمور بعد تبرش على بعضها أدال 1000 years ago أشعر أني مفهمت الكلها تبع بعضها بطبيعة الحال مليون years ago موش 1000 مهمش ألف مئات لكن صحيح نحن نحطه في أغاني تنجم هكا تعطي نوع من رومانسية على الوضع لكن ما فهم حد شي رومانسي في خطاب رشد الغنوشي مع عباس المدني وعلي بالحاج في جبال إسلامية للإنقاذ في الجزائر وكذلك من بعد وقت اللي جيت الثورة فما جاء خيار الرجوع إلى تونس بعد الثورة لتفيزيتون والهناء أنت منذ البداية كان عندك تحفظات على طريقة العمل اللي رجعين تخدموا بها في تونس شنو كان النقاش أساسا؟ والحاجة أنا كتبت نهار 14 جام في 2011 قلت أنا عمري ما تمنيت نكون مستقل كم اليوم عليش؟ لأنه بداية مرحلة جديدة في تاريخ ما فهموش له مرحلة جديدة روحه وبلل ريفلكس الأقدم معناها نس كل دخلة المرحلة جديدة ريفلكس الأقدم الحركة السياسية اللي قاومت الدولة لمدة طويلة والنظام لمدة طويلة وسرية وغير ويه بمختلف مكوناتها ومش كان الإسلاميين فقط ظنوا أن الثورة هي تتويج لتلك النظالات بينما الموضوع ما ندوش حتى علاقة إذن فم خطيئة أصلية عند الجميع فم خطيئة سياسية أصلية عند الجميع هذه الخطيئة الأصلية اللي وقعت في الثورة التونسية إيه هي؟ إيه هي؟ هو أنه السياسيين عملوا خلط ظنوا أنه ثورة التوانسة هي انتصار لهم معناها وهي تتويج لنظالاتهم عندش حتى علاق الناس خرجت كما تقول سيدا سكوكبول المنال السياسية الكاتبة السياسية الأمريكية ثورة اجتماعية بالكامل اللي وقعت في تونس وثورة اجتماعية عميق تعلق بأوضاع الناس الاجتماعية وبأوضاعهم الاقتصادية هذا ما فهمه حد بالعدالة الاجتماعية هو غريبة كيفاش الحركة الإسلامية ما فهمتوش اللي هي تقول جاية من عمق الشعب التونس أنا واحد من الناس فهمته وقت اللي يتحدث الانتخابات في أول أيامات الأولى متاح حكومة سيكفاجي قاية السبسي ضي رحمه معناها طريبة مني باش نعمل ورقة في الاستشراف في المستقبل كيفاش قريتها أنا الورقة هذه قريت بالرغم اللي هي تقريبا كونفيدانسية لكن أنا قريت كان رأي أنه احنا منشاركوش في الانتخابات اللي حب يشارك وإلا إذا حرك قرر ناس معناها أعضاء هل يحبوا الشارك يدخلوا فيها حزاب سياسي الموجودة الحزاب المدنية ولا يدخلوا مستقلين والحركة تعكف تراجع واضحة لأنه قلت الدولة تغيرت طبيعتها والآن الحركة يجب أن تغير طبيعتها زاد الحركة السياسية تغير طبيعتها تخرج من المربعات الإديولوجية قلت احنا بنبين ثلاثة خيارات أن هذا أما تدخل أما نعطيه الملف في متاحة للتاريخ نهزوا وضعيقنا وكل شي نحطهم في ظمة الباحثين في المكتبة الوطنية ونبدأوا مرحلة جديدة معناها اللي حب يعمل في العدالة الانتقالية زاد اللي حب يعمل حزب سياسي اللي حب يعمل جمعية وإلا إذا بيش تبقى الحركة تتخلى على الجانب السياسي وترجع حركة اجتماعية تربوية ثقافية إلى خيره إذن أنت منذ البداية مشينا في الخيارة المشينا في الخيارة الأسوأ والأصعب اللي هو التحويل محاولة تحويل الحركة هذه الشاملة اللي فيها معناها خليط من الناس ومدارس مختلفة في التفكير وفي إلى حزب سياسي معناها وصلت أوجه المحاولة هذي في مؤتمر العاشر في 2016 باي لكن هنا لتفزيتون لكن هنا لتفزيتون لحقيقة بش نكونوا في نوع من التناسق وانتي سنسني على التناسق يا سيلوتفي راهو ما فماش حد انخارت في المشروع هذا بقوة كيف كنت يا نعم 2012 حاجة تباهت معناها راهو راهو كلامك وصل لا 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 راهو كلامك وصل روع جزء متوين في الوقت من الأوقات فمزو الجوان وهذا يباهت منك فمزو الجوان أنا متلقنيش في موضوع في 2012 في 2012 في موضوع التعايش في الموضوع الإديولوجي متحدثتش بالعكس أنا وقفت ضد إدراج الشريعة في الدستور وقفة قوية في وقتها مظاهرات في مارس كانت تذكر 2012 الجانب الإديولوجي هذا يكان حاسب لكن الجانب السياسي هذا يقول لك الجانب السياسي الجانب السياسي بالفعل احنا انخرطنا في عام تعانتخابات وانخرطنا في الصراع السياسي وهذه زادة غلطة أخرى غلطة أخرى أنا ارتكبتها أنا ارتكبت أنت ارتكبت وارتكبتها الساحة الأخرى ولكن نقيم روحي أنه ظنينا أنه بلاد دخلت في نظام ديمقراطي كامل والديمقراطية شنية هي الصراع السياسي في البلاتوات في محاولة معناها تغلب على الخصر عدتقول أنت ما ردناش بيننا الكل على بلادنا أنه نمشو معها بالسياسة اللي خلاني أنا زوزح ويش خلاتني نراجع والفترة ما طارتش عام يعني في أكتوبر أنا في أكتوبر 2012 صار عم بديت المراجعات السياسية هم ها عاشتي الناس الناس وقفوني تسام الرحيل زيادة وقفوني في الشارع يقولوا لي لا لا ذلك 2013 يوقفوني في الشارع يقولوا لي يكفي شقادي نتعلم نحن نحب البلاد تريض ريضون البلاد سيلوت في شراه وخايفين نحن خستن نساء كبار يوقفوني والحقيقة معناها باش نقول ولا مرة واحد تهجم علي مرة أنا معناها حادثة قدت مطبوعة في ذكرتي صرح التصريح حكا فيه شوية التشنج وأنا في مطعم جاءت مراغ وهي بنتها قالتلي نحب نقاط بحديك قلتلي قلتلي أنا نحبك ولكن منيش موافقة علي تعمل فيه منيش موافقة على التصعيد الحدة في الخطاب منيش موافقة عليك كذا قلتلي خطر البلاد نتعبنا من 2012 عشرين سنة بن علي والظلم والقهر وتوى قتلي الخوف والأمن ما فماش وضعنا تعب وكذا قتلي معناها تنجم وتريض وريض والناس تحب الرياض وتحب فهذا إضافة ولكن الحدث السياسي لأنه ما يكفيش باش الناس تلاحظ لك في الأخر فما جيها أخر زادة كانت معجبة بالشي وتشجع على يمينكم كان فما تنظيم إرهابي يتنظم قدام بعد هز الصلاح والنهضة تخذر له وتقريبا لم تحرك ساكي معناها من لون هذا من اللي وقاها وقلت التجربة وقلت مع المعرفة بالدولة ومسالك الدولة وما تقتضيه الدولة أنا لنصيون قلت علوم سياسية على الجامعة تفزي تون جاوبني في عيناي يا رحم بوك كنتوا في بالكم اللي تنجم تنفلت لومور وإلا هي قلت خبرة هل تم الحقيقة تون سيسمعوا استغلال هذا اليمين المتطرف كذراع للعمل السياسي متع سيبهم ولادنا ما عندهم وين يهزوا بش يهزوا للتدافع الاجتماعي وخلي تون سيفهموا ليه ذاكهو صار الاستعمال الخطأ وإلا لا أنا أقول لك شوف وتنجم فمشهود شهود اللي هما عبد الكريم الزبيدي سي رشيد عمار سي نبيل تنعام الأمن الوطني ووقتها وكنا في عضاء في مجلس الأمن قومي وقتها في رئيس رئيس الحكومة ونجم تسلم كيف ترح الموضوع ترح دائما كتهديد كتهديد للثورة والأمن وللبلد ولكن المعالجة خطأ كان في المعالجة أنا أقول الخطأ كان في المعالجة مش في التصور الخطر لمثله هذا الطيار خطأ في المعالجة إجرائي ما هوش إديولوجي أن الدولة تنجم تحتوي هذا هو هذا هو ديمقراطية ينجم معناها حل الحريات لن نمر اللي يحكي عليها ما هوش غالط كيف قال ربيه نمر بحذها لا لا مش هذا معناها أنه ديمقراطية تخفف من الغلواء التطرف وتوقف وقف لتوقف هذا الدليل للمعالجة كانت غالطة هذا الدليل للمعالجة كانت غالطة في الأساس غلط علي العريض في التعامل مثلا مع قضية أبواليا هي لحظات مهمة مش أشخاص غلطة غلطة السلطة وقتها في تعاملها مع التوقفات ولا تعاملها الأمني صار خطاء صار خطاء وصار كيف ما قلت لك ارتخاء معناها كان من الأصل من وقتها يبدأ الحزب ولكن قلت لك كان مش نرجعوا للمراجعات معناها السبب الرئيسي في أكتوبر 2012 احنا كنا وعدنا الناس باش ما رحنا انتقالي تدوم عام فقط وتصير انتخابات ونرجعوا للشعب 2012 اكتوبر 2012 بعد عام ما كمنيش توطيئة الدستور حيث وانا اعتبرت هذا يخلاف بالوعد واعتبرت أنه البلاد ما تنجيمش تواصل بهذا الشكل واليوم وهذا يوقع بعدها واليوم لطفي زيتون مش بعد عام بعد عشر سنين برشة وانا سيعتبروا ليحنا نعيش كالزبنة في بوغير اليوم عشر سنين بهين مش واحد يعمل يعمل نوع من الحوصلة حركة هذي اللي اعطيتها حياتك فشلت في السلطة نحن عشر سنين من الثورة من الثورة ما تترجمش نتائج الانتخابات اللي وقعت قبل العام ما هيش سياسية أعطاه الحكم للتكنوكرات ويحبوا يحكموا بيهم من وراء سيطار هذا ما تحلل ما تحلل لش برحلة وإلا لا واختري تقول لي فما فترة جديدة لازمها جي قادر أنك تنخرط فيها وإلا انتهى انتمائك للإسلام السياسي برشة وين سيدي قولوا أنه هذه اللعبة وتمثيلية وقلوم بي للواحد وأنه نهضاوي بورانجور نهضاوي بورتوجور أنا أقول أنه هذه مرحلة من حياتي أنا انتهت أنا صحيح نهضاوي بورتوجور الآن تونس أهم بيش نبحثه حل البلاد البلاد في مأزاق البلاد في مأزاق في مأزاق كبير الحل ماهوش من خلال الحزاب التقليدية الإيديولوجية دكو الحل هو في توحيد التوانسة الحل في أنه الكفاءات اللي بقات على على البنك المدة هذه المدة عشر سنوات أما تتفرج وإلا ما قدرتش الحركة السياسية أنها تستوعبهم وتستفيد تستفيد منهم أنا نحس من اللي خرجت أو الحاجة بشكل نوع من التحرر فكري هل الحل والتحرر في مواقفي وقاعد نتعرف على مجموعة من الكفاءات والتوانسة المسيسين جدا ولكن ما همش متحزبين اللي أنا أقول ممكن يقدموا بديل ويقدموا حل الحكم اليوم ينجم يكون من غير النهضة؟ ينجم ويلزم يكون ينجم ويلزم يكون رجل غنوش اللي عرفته من داخل وعرفته في المنفى وعرفته على امتداد سنوات وسنوات هل الرجل جزء من الحل ولا جزء من المشكل؟ أنا أقول أنه إنجم يكون جزء من الحل وإنجم يكون جزء من المشكلة بخياراته بخياراته وكيف تنصح؟ نحيي على كله أنا علاقتي به علاقة شخصية مش فقط علاقة سياسية وتنظيمية أنا نصحته أنه ما يتعرضش لغضب شعبي وهنا بدينا نشوفه في غضب شعبي شبابي طبعا فم تحقير كبير لتحركة لتحركة لا ما يتعرضش لما تعرض له الرئيس بن علي من غضب شعبي أدى في الأخير إلى الهرب منتعه فمتني وفم إرهاصات حقيقية رو اللي قاعد يقع في الشارع صحيح فم ناس قاعدة تتنقص منه وترذل منه ولكن هو إرهاصات لغضب كبير يعتمل في الطبقات الشعبية ويعتمل خاصة عند الشباب اللي هو معناها ما عاشش ما قبل الثورة ما عاشش ما قبل الثورة ما يستعرفش بذيه بالشرعيات النظالية وبالشرعيات التي كتسبت قابل في خلال الحكم بن علي يعترف بالإنجاز شنو البرامج شنو الحلول اللي تقدموها لمشاكل شكرا اللي كنت في زيتون شكرا اللي ترجمة نانسي قنقا